تقدم الرئيس عبد الفتح السيسي الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر السابق هذا وتقدم الرئيس عبد الفتح السيسي بخالص العزاء والموسى لأسرة الفقيد العظيم الذي خدم الوطن بشرف وإخلاص وكفاءة في العديد من المواقع لمدار مسيراته الوطنية الممتدة داعيا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان تقدم السيد الرئيس عبد الفتح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من رجال الدولة وكان الفقيد الراحل قد شغل العديد من المناصب والوظائف كان أبرزها رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة سابقا وصولا إلى منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر